التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وزير الدفاع البلغارية تودور تاليغراف وتناول لقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين الجانبين في العديد من المجالات وتداعيات الأوضاع الرهنة وانعكستها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد تودور تاليغراف وزير الدفاع البلغاري والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين الصديقين تناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين الجانبين في العديد من المجالات وتطرق اللقاء إلى تداعيات الأوضاع الرهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وأكد الفريق أول محمد زكي على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائي وتنسيق الجهود المشتركة لكل البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي مشيرا إلى ضرورة حج الجهود من أجل وقف التصعيد المتزايد في المنطقة والتوصل إلى حل للأزمة الإنسانية في قطاع غزة من جانبه أعرب وزير الدفاع البلغاري عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والممتدة التي تجمع البلدين مثمنا الجهود المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية وتأمين دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع كما قام وزير الدفاع المصري والبلغاري بتوقيع مذاكرة تفاهم في مجال التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة لكل الجانبين حضر اللقاء الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة